نقلت صحيفة بيلي إكسبرس البريطانية عن خبراء الاقصاد نقل توقعاتهم بأن عام 2023 سيكون أكثر سرامة مع زيادة مخاطر الرقود حيث أشار كبير الاقصاديين في مهد التمويل الدولي روبين بروكس إلى أن الأرقام الجديدة توضح أن قطاع التصنيع يواجه صعوبات شديدة نتيجة العوام العديدة بما في ذلك عملية الإغلاق والأزمة الرئيسية الأوكرانية وضفان الرقود العالمي قادم علاقة الصحيفة البريطانية بأن ذلك جاء بعد أن قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورديفا أن الاقصاد العالمي قد عانى بشكل كبير في الأشهر الأخيرة وموضح أن ارتفاع عصار السلع الأساسية أدى لتفاقم أزمة غلاء المعيشة فيما حضر رئيس صندوق النقد الدولي من أن العالم يواجه مخاطر متزايدة من الرقود في العام المقبل